أشهد مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبدلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخاططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد مع قرب الاستحقاقات الانتخابية أبين المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريد على إثارة الفوضى فيما يعرف بالإرهاب الإلكتروني